بدأت ذلك تح shiny أنا مصطفى النمرات at jo academy طالب صفة التاسعة أوصلنا لا باذي أمعهم يقول بمن خطر في عندنا تحان نهائي بدفصل أول طيب الفكرة بالليب رح نشرح كيف نحل أسئلة الفقرة رح نختار فقرتين ونحل أسئلتهم من على الكتاب رح نشرح القواعد وآخر اللايف رح يكون في عنا امتحان نهائي أوكي هيك نحن نوصل له أنه نفهم شو رح يكون في عنا بالامتحان بغض النظر شو كانت الفقرة وبيغض النظر أنه هل فهمي القواعد أو مش فهمي القواعد رح نفهمهم إن شاء الله بهذا اللايف وبنفس الوقت لما يكوننا امتحان نهائي نشتغل عليه تمام وهيك نحن نرتاح نبطل نخاف وبزيد ثقتنا بنفسنا ومع أسطورة الإنجليزي رح تخلي حياتك بالإنجليزي طيب خلنا نبدأ مع بعض ونشوف شو رح يكون في عنا موديول 1 2 و 3 إذا أنت مش عارف هلأ رح تعرف تفضل أبو مساء طيب في في الموديولز خلنا نحكي بالفصل أول في عنا 3 موديولز 3 موديولز يعني معنا 3 وحد واحد الأولى والثانية والثالثة في الموديول 1 في عنا وهي عبارة عن الانطباعات الأولية تمام كقطعة وفي عنا في عنا ثلاث شخصيات تمام وفي عنا أكيد وعنا شرحوا بالبداية عن التنسل تمام الآن التنسل مهمة جدا لأنها عصب وروح اللغة الإنجليزية إذا فهمتهم صح رح تكون بالعاشر أول الثانوي توجيهي بالجامعة في دراستك وإما بدك في سفرك أنت رح تكون تقدر تعبر عن نفسك كتابة وبطريقة المحادثة باللغة الإنجليزية فأنت أمورك رح تكون مية بالمية تمام أوكي بالموديول 2 رح يكون في عنا traditional garments اللي هي الزي الشعبي وأكيد حكينا عن الكوفية وعلي الكوفية تمام وهلأ تبع معنا طيب the employee of the month وأكيد هو موظف الشهر وما هي امتيازات موظف الشهر كمان بقطعة وأكيد رح يكون في عنا وكابز ولكن بالموديول 2 في عنا قائدتين اللي هي relative pronouns اللي هي who whom which that whose where when why بسيمفونية الجمل الموصولة وكيف نحط الضمير أو الظرف المناسب وهذا كمان داخل بالتوجيه فأما افهمه هسا أمورك رح تصير طيب مية بالمية كيف أقارن وأفضل باللغة الإنجليزية إذا كانت الصفة مقطع أو أكثر من مقطع أوكي موضوع سهل جدا ولكن بده شوية تركيز طيب في الموديول 3 رح يكون في عنا I'm gonna walk أوكي on the moon رح أمشي على القمر ولكن كيف أمشي على القمر You have to aim for the stars to land on the moon لازم يكون أيش نظرك إلى النجوم حتى تحبط وتقعد على القمر وتكون من الناجحين في الحياة كيف You have to plan your future لازم تخطط مستقبلك تمام وبعدها شو يعني قصة الخيال العلمي اللي هي سكاي فاي تمام شو العناصر الموجودة بهذا أو بهذه القصة للخيال العلمي طيب وآخر إشي رح يكون في عنا future simple اللي هو المستقبل البسيط كيف أعبر عن المستقبل البسيط بwill مع تصريف أول وإز أم أر قوين تو مع تصريف أول كيف شو الطريقة وليش بستخدم اثنين تمام وشو استخدمات كل واحدة طيب خلنا نبدأ ونشوف مين عنا على البس خلنا نرحب بالجميع على البس طيب بالبداية رنا أوكي أبو حويت في عنا دانا أم سالم طيب هذا بنعاد أعتقد بنعاد ولكن خليكي معنا أوكي مش مشكلة على البس أوكي عنا مجيدة وعنا كمان عبير أهلا وسهلا مس عبير المنصير أهلا وسهلا فيكي طيب هلأ خلنا نبدأ مع بعض ونشوف بالموديول شو شو كان في عنا تمام موديول تو شو كان في عنا موديول ثري شو كان في عنا على السريع وبعدها رح ندخل على القواعد وبعدها رح نحل الامتحان نهائي طيب في الموديول هذا هذا هو الشرح كامل زي ملخص رح يكون أوكي في البداية كنا نحكي عن كنا نحكي عن كيف نبلش واشتغلنا على في البداية على بعض الكلمات وهي كلمات بتعبر لي على الانطباعات الأولية تمام اللي هي تمام نحكي عن خجول إلى آخرية هاي الكلمات لازم نحفظها رح كلكو هسه طريقة كيف نحفظ هيك طريقة كلمات وتظل مخزنة بالأقل لا واعي مدى الحياة تمام أول إشي كيف نتعلم أو نحفظ كلمات وبعده في عنا فرست امبريشن وكي ولازم نقرأ الفقرة هلا الفكرة كالتالية القراءة لها نوعين نوع لأخذ المعلومات ونوع لأخذ علامات عشان نأخذ علامات بالامتحان في طريقة للقراءة تمام وأولها لا تقرأ الفقرة نهائيا تمام أوكي هنا حاليا أنا ما رح أشرح الفقرة أوكي ليش لأنه تم شرحها على البطاقة أوكي وتم شرحها من الأستاذ تبعك أو المستبعيتك في المدرسة ولكن إذا ادث هاي الفقرة بالامتحان كيف نحل هس رح نعرف تمام أوكي وننطلق على كمان كلمات أخرى تحكي عن الفرست امبريشنز وهنا دخلوا وحكوا عن إيش عن ال أوكي حكوا عن التنسز أوكي التنسز رح نحكي فيها بشكل سريع وهي if you want to learn any tense you have to learn five things إذا بدك تتعلم أي زمن في اللغة الإنجليزية وهما 12 زمن 12 تنسز أوكي لازم تتعلم خمس أشياء أوكي بشو هما الخمس أشياء هذول هما التالي أولا تركيب الجملة كيف تبني جملة زي تحط هاي الجملة لازم تفهم مثلا في زمن المضارع المستمر كيف تركيب الجملة هذا بداية بعدها كيف أنفي الجملة بعدها كيف أعمل سؤال من الجملة وهذا إشي تعودنا عليه وتعلمنا أكثر من مرة تمام ولكن شو يخلينا نجيب العلامة الكاملة هو شغلتين نفهم استخدام الزمن والكلمات الدالة على كل زمن تفقنا وإن شاء الله رح أرفع موضوع استخدام الخراطة الذهنية بـ 12 خريطة ذهنية تمام شاء الله رح تكون عنكم بإذن الله على موقع جو أكاديمي طيب هلا إحنا في الكتاب حكينا عن أزمنة متعددة وكي ولكن ما رح أشرحها من هذا القبيل رح نروح على الفقرات اللي بعدها أوكي الفقرة اللي بعدها حكوا عن people from the past حكوا عن فدوى طوقان وتوتان كامون وابن سينا تمام هذول ثلاث شخصيات من القدم وكل وحدي فيهم أكيد أنتو تعلمتوها وقرأتو ولكن أنا أبدأ أعطيكم تطبيق أكتبوا عندكم اسمه reversal context هذا التطبيق نسدوه عشان تتعلموا لغة إنجليزية بالشكل الصحيح تمام أوكي اسمه sorry اسمه reversal context في حالة إذا أنا أتعلم أي كلمة من الفقرة وأترجمها نزلوها إذا كان تليفونكم Android أو iOS أو Huawei كل ياتهم بتلاقوا reversal context نزلوها عندكم واشتغلوا عليه الكلمة موجودة اسمعوا الكلمة تمام اكتبوها أكثر من مرة وبنفس الوقت رح تعرفوا مناتها باللول العربية وأهم إشي أنكم تغرسوا هاي الكلمة جو جملة خمس أشياء خمس أصابع ذهبية لتعلم أي كلمة باللغة الإنجليزية وهم رقم واحد قسم الكلام كيف أقسمه لازم أسمعها تمام مثلا traditional طيب هايك لفظها لازم أعرف اللفظ الصح طيب أكتبها أكثر من مرة عشان إيش عشان إذا بدي أنا أعطي رسالة كتابيا بكتب طيب شو معناتها معناتها تقليدي طيب كيف بحطها في جملة بحطها في أي جملة بدي ليش لأنه إحنا بنحكي جمل مش كلمات هاي واحدة من السبع طرق لتعلم اللغة الإنجليزية بلا جهد هاي رقم واحد عشان أترجم أو أتألم أي كلمة من المنهج أوكي هاي نسلوه حاليا على وين على تليفوناتكم أوكي وبعدها وبعدها هذا هي الفقرتين ويعطيكم ألف عافي بالنسبة للموديول وين في أن وشكرا كيف نتعامل معهم نتعامل معهم بالشكل التالي نسلو التطبيق وكل كلمة مش عارفين لفظها معناتها تحطوا تحتها خط برصاص وتدخلوا على التطبيق تعملوها تسمعوا الكلمة تكتبوها تعرفوا مناتب العربي تحطوها جوة جملة وهي عصلا موجودة جوة جملة بالفقرات هاي بالنسبة للموديول وين بالنسبة للموديول وين بالنسبة للموديول 2 حكينا عن الكلمات هاي اسمها وحكينا عن الزي الهندي والزي العربي والزي الياباني تمام وهذا لازم أنتوا تكونوا عارفينه وحفظينه ولكن أنا ليش مش شارح الفقرات لأنه في طريقة أخرى للتعامل مع الفقرة داخل الامتحان داخل وقت الامتحان في خمس طرق للتعامل مع أي سؤال في الامتحان هذا رح نأجله لما ندخل وين على الامتحان النهائي تمام هاي بالنسبة للكلمات والفقرة أوكي نيجي على relative closes relative closes في أن هذه ضمائر موصولة وظروف موصولة وظروف موصولة who whom which that who's where when why تمام أوكي هذه الضمائر لازم نتعلمها ونعرف أنه كل وحدة تمام كل وحدة بنربطها أو فيقيلها خلنا نقول رابط معين أوكي تغالي شوي أوكي طيب حاليا في أن إذا كان إذا كان الإسم عاقل أوكي شوفوا بتربط هاي الجملة بهذه الجملة أول إشي بامسح الضمير وبحط مكانه الضمير المناسب اللي هو هو إذن هو تأتي مع العاقل أوكي رقم اثنين في أن كار كار مناتها سيارة سيارة ما لها غير عاقل بامسح الضمير وحط مكانه ضمير موصول مناسب وهو تمام أوكي أستاذ في شيء ثاني تقول لك نعم في ضمير بحل محل هو ومحل لهو ذات يا سلام هيك أمورنا طيبة مية بالمية طيب إذن هو ووش وذات عرفنا كيف استخداماتهم مع العاقل هو ومع الغير عاقل وذات بتحل محل من الاثنين نأتي على الملكية الملكية إذا كان في عندي اسم وكان في عندي اسم أوكي أوكي وهذا ضمير ملكية ونحط مكان بناتهم هوز إذن هاي هوز للملكية أوكي لربط الجملتين معا نحذف الضمير أو الاسم العائد على الجملة الثانية أو الأولى ونحط الضمير المناسب حسب إيش حسب الاسم والاسم أو حسب الاسم إذا كان عاقل أو غير عاقل طيب في أنا the place هو وهون في أنا the place اللي هو مكان تمام the place هو مكان مع المكان أنا بستخدم إيش بستخدم where أوكي ومع الزمان بستخدم when ومع السبب بستخدم why أوكي وهم بتكون محل هو هيك بالنسبة إلى هذه الأسئلة ومن روح على موضوع آخر وهو موضوع الكومبراتيف والسوبرلاتيف الكومبراتيف سوبرلاتيف في أن الشرح رح يكون كالتالي أوكي في حالة إذا كان في حالة إذا كان كانت الصفة هنا في عنا صفة أوكي هذه الصفة مقطع مقطع واحد أوكي وفي عنا X Pen 7 الصفة ذات أكثر من مقطع وفي عنا وفي عنا أستخدم هذه الصفات للمقارنة والتفضيل هنا في عندي مقارنة وهون في عندي تفضيل أوكي أوكي إيش لازم أعمل لازم أعمل التالي موضوع سهل ولكن بحاجة إلى شوي التركيز تركز معنا إذا سمحت أوكي هلا في البداية إذا كانت الصفة مقطع واحد وحط الصفة زي ما هي وبضيف عليها ER أضيف عليها ER toll بتصير taller تمام طيب بعد الصفة بالمقارنة بحط كلمة than يعني أطول من هاي بتكون من باللغة العربية طيب في حالة التفضيل إيش بعمل بعمل التالي بحط الصفة نفسها وبضيف عليها إيش بضيف عليها EST EST أوكي في حالة المقارنة في حالة المقارنة حطينا than بعد الصفة و ER ولكن في حالة L تفضيل بحط إيش ذ ذ تدل على إيش على التعريف باللغة العربية منقول هنا محمد أطول من خالد ولكن هنا منقول محمد هو الأطول أوكي سفة أو خلنا نقول الاسم مبالغة تمام أوكي هنا في أن expensive expensive أن أكثر من مقطع طيب أستاذ كيف بد أعرف أكثر من مقطع أوكي إذا بعرف الكلمة بحكيها expensive تمام كم مقطع ثلاث بيضبط أقول expensive أو expensive بصير صعب علينا صح طيب إيش بعمل هون بعمل التالي بحط بحط more more لاحظوا R اي هون وار نشبكم مع بعض تمام أوكي وبحط الصفة زي ما هي بدون أي إضافات expensive أوكي وبحط بعضيها more أوكي أو سوري than بحط بعضيها than إذن بالصفة مقطع واحد بضيف er مع than وأكثر من مقطع بحط more قبل الصفة وبحط than بعضي هيك بالنسبة المقارنة طيب بالنسبة للتفضيل أستاذ أوكي للتفضيل نبدأ بذ أوكي وبعضيها بنحط خلنا نقول كلمة most st مع st شايفينها st مع st أوكي ومنضيف الصفة كما هي x pen 7 هاي بالنسبة لأيش للمقارنة والتفضيل الصفة مقطع واحد بضيف er بالمقارنة بضيف est بالتفضيل وبحط المقارنة بعد الصفة وإضافتها than وبالتفضيل قبل الصفة بحط than تمام أوكي وإذا كانت أكثر مقطع بحط more قبل الصفة وبحط most قبل الصفة وهنا نبقى على than وعلى ذا وإضافت الصورة طب كيف أستاذ محمد أطول من خالد ومحمد هو الأطول سيارة فراري خلنا نقول ممكن نقول أغلى من مرسيدس ومنقول فراري هي الأغلى تمام هذا هو المقارنة والتفضيل هيك بالنسبة لا هذا خلنا نحكي بالنسبة لهذا أو لهذه القاعدة لو حكينا بنا نجيب واحدة من هذه الصفات نختار اللون الأزرق أوكي واحدة من هذه الصفات بنقول تمام في المقارنة بالكمبراتف هاي معناتها مقارنة وهاي معناتها تفضيل أوكي وهاي هي الصفة طيب شو بعمل أنا بيك بحط اي ار طيب ليش حط عملت مسافي أستاذ لأنه أنا لازم أضيف دبل جي ليش لأنه في عنا حرف اللي هون وحرف اللي هون لما يكون حرف الساكن بين حرف بين نارين ايش بعمل بدب الحف هذا بالنسبة لها بالنسبة لها خلن نحكي منقول منقول تمام هنا صفة أكثر من مقطع أوكي هنا منقول هنا أكثر من مقطع أكثر من مقطع هاي مقطع واحد تمام منقول مقطع واحد إذن هاي مقطع واحد أوكي منقول تمام أكثر من مقطع أوكي تمام أكثر من مقطع و مقطع واحد هس ليش أستاذ بتقول معين مقطعين هكي لك هنا تادي أو تادي است تمام أوكي سمارت 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 تمام مقطع واحد منات أكثر من مقطع و كالرفول أكثر من مقطع و براكتيكال أكثر من مقطع تمام بدي يكون أنتو تحلوا هذا الشيء طيب هنا في عنا بيجر وهنا في عنا بيجست وهنا في عنا سيكون بيجست وهنا حرف الجي من نفس المقارنة والباقي نشتغل عليه بنفس الطريقة أما نضيف اي آر أو اي اس تي أو نضيف مور قبلها أو نضيف موست قبلها تمام ليش لأنها مقطع أو أكثر من مقطع موضوع سهل جدا تمام وأكيد أنتو حلينه على كتبكم أوكي ننطلق وين ننطلق على الفقرة الثانية وهي employee of the month مع السيد خالد مصطفى تمام اللي بيشتغل في مكتب أوكي وهذا وهذا الانسان هو موظف هذا الشهر ليش لعشان بعض الصفات اللي هو بيشتغل فيها بهذا المكتب انسان خرافي جدا عشان صار the employee of the month هس أستاذ كمان مرة ليش ما بتشرح ليش عشان أحكي لكم كيف نتعامل مع الفقرات داخل امتحان لو بيجيبو لنا شو ما يجيبو لنا فقرة من جو الكتاب من بر الكتاب مع لنا مشاكل ليش لأن الطريقة هي خمس خطوات ذهبية لحل أي أسرة فقرة باللغة الانجليزية طيب خلنا نشوف جماعة الخير في حدا عنده أي سؤال اشكر كم جميعا يعطيكم الف عافية انتو على مشاهدتكم لهذا البث طيب الروح مين على هيك بالنسبة ل الموديول 2 الموديول 2 والروح على موديول 3 موديول 3 في عنا حكينا على الكلمات اوكي هون ام گنا ووك تو مون اوكي هون في عنا اذا بدك تكون ناجح او بتكون ناجحة لازم تخططوا لمستقبلكم وتعرفوا الطريق اللي لازم توصلوا له تمام بغض النظر عن العواقب الموجودة تمام اوكي هذا بالنسبة لهذا النص اوكي نيجي على بي كومن تو و versus ول تمام البي هنا بتكون از ام او او اذا اردت تعلم نفس الحكي لانه هذا عبارة عن زمن اوكي فبنحكي عن تركيب الجملة تركيب الجملة في عنا تركيب بين الجملة اوكي ليش في عنا تركيب بين الجملة لانه احنا بنحكي عن will بنحكي عن will بعدها بيجي تصريف اول او بنحكي is am are going to تصريف اول طب استاذ ليش احنا بنستخدم will ونستخدم is am are going to عشان ايش عشان نحكي عن ايش عن المستقبل البسيط بحكي لك اوكي ما عندي اي مشكلة ليش نستخدمهم للتالي طيب حسا عند النفي خلنا نحكي عند النفي بالبداية will not لما تكون جملة فيها will من فيها منحط بعد الفعل المساعد not تمام هنا في ان will فعل مساعد من عائلة المودل verbs و is am are هم من عائلة be فقط نضع not بنفي الجمل و نختصرهم بهذه الطريقة will not بتصير want is not isn't are not aren't ولكن حالة i am i am تصير i am not ما بزبط نقول am not تمام i تختصر مع am و not بتظل لحالها طيب في حالة السؤال شو نعمل نعمل التالي نضع will is am are في البداية ولا ننسى علامة الاستفحام أوكي طيب لماذا يستخدم will لماذا يستخدم be going to طيب will اذا كان في عندي ما عندي خطة باستخدم will اذا كان عندي خطة مسبقة باستخدم is am are going to طيب with انتين كمان باستخدمهم للتنبؤ تمام طيب كمان مرة عشان نفهم will تستخدم لما ما يكون عندي خطة سموها willingness تمام مثال لما نقول i will help you اوكي i'll help you رح اسعدك هل في خطة لمساعدتك لا شفت مثلا حدا كبير شايل كياس اوكي وداخل او شايل كذا او حدا بدي يقطع الشارع فانت بيقول له i'll help you i'll help you انا بدي اسعدك تمام في خطة مسبقة لا اوكي بالنسبة ل be is am are going to لما اقول she is going to visit بترا شو يعني هي مخططة انها رح تروح على البترا صحيح مشترية اغراض وعملي شنتتها ومشترية خلنا نقول تذاكر وموضع صاحباتها واهلها وإلى آخر صح ولا غلط هون في خطة طيب ليش الثنتين يستخدموا للتنبؤ هلأ التنبؤ اسمه اوكي وهاي الاشياء انا بتنبؤ فيها لما اقول it is it will rain tomorrow او it is going to rain tomorrow تمام هذا الاشي هينه بايد رب العالمين فانا بتنبؤ فيه لانه ما حدا باعلم بالغيب فبقدر استخدم الاستخدام ما عندي اي مشكلة طيب هلأ بالنسبة ل اوكي بالنسبة ل الفقرة القادمة اللي هي the science fiction story في عنا بعض العناصر اللي لازم اعملها او اكتبها في قصة الخيال العلمي صحيح طيب حلو كثير شو هم انتو راح تجاوبوني عليها تمام نعتبر انه احنا بامتحان اوكي طيب هاي بالنسبة ل science fiction هذا بالنسبة ل science fiction طيب نروح حاليا على التنسز طيب ونشوف التنسز لاحظوا هون شوفي عندي بعرف انكم انتم طلاب صف 9 بس شوفي عندي هون جيل 2005 يعني الحكي المهم هذا اللي ادعو لكم حاليا اذا فهمتوه حاليا راح تريحوا حالكم بالتوجيه طيب الخرائط الذهنية اوكي الخرائط الذهنية لازم نكون فاهمينها ثواني اوكي هون في عنا خريطة ذهنية الخريطة الذهنية هي التالية تمام نفترض افتراضا انه انا بدي عبر عن نفسي ب اما written او spoken بدي احكي او بدي اكتب كتاب حلو كثير وين باللغة الانجليزية تمام عشان هيك التنسلز وازمنة الافعال هي ازمنة خنا نقول او هذا او هذا الموضوع هو مهم جدا لكل الصفوف ولكل شخص بده يصير اسطورة انجليزية طيب نيجي في البداية على موضوع لازم نحكي فيه وهو التالي من وين اجت من وين اجت تنسل هذا اللي دايما الناس مغلبين فيه اوكي نيجي على خط زمن هذا خط الزمن نشتغل فيه هون حلو نفترض انه احنا واكفين هون اوكي وهذا احنا منعبر بدي عبر عن حال طيب احنا وين في اي زمن في البرزنت البرزنت شو معناتها مضارع او حاضر تمام هسا اذا حدا التحق معنا خنا نقول انا شو قاد بشرح من وين اجت التنسل فيه ناس بيقول لك ازمنة لا هي اسمها ازمنة الافعال اوكي في فرق بناتو ما هي ازمنة ازمنة افعال اوكي طيب في عندي past اللي هو الماضي وفي عندي انا هون كمان اوكي future عشان نفهم صح شو يعني ازمنة افعال طيب انا ادي اعبر عن نفسي باللغة العربية بحكي بستخدم فعل مضارع فعل ماضي فعل امر او س او سوف للتعبير على المستقبل محلو كثير تمام هاي باللغة العربية هسا رح اقارن اللغة العربية باللغة الانجليزية عشان نفهم تماما كيف نعبر عن انفسنا باللغة الانجليزية وهنا زي ما بقولوا ببيت القصيد ليش احنا ما بنعرف انجليزي ومش قويين بالانجليزي بسبب انه احنا مش فهمين هذا الموضوع طيب اذا بدي عبر عن نفسي بدي احكي عن عادات يومية بدي احكي عن اشي بيصير حاليا بيستخدم ازمنة المضارع تمام لدى حكي عن اشي رح اعمله بالمستقبل رح استخدم ازمنة المستقبل لدى حكي عن اشي صار معي في الماضي رح استخدم ازمنة الماضي صحيح طيب اذا انا ما بعرفهم ما بعرف كيف كتابتهم كيف انفيهم كيف اعمل سؤال منهم شو استخدام كل زمن وبنفس الوقت شو الكلمات الدالة اكيد رح افوت وين بالحيط وهنا شو يعني افوت بالحيط لو طلبت منك وطلب بقلت لكم اذا سمحتوا خذوا هذا القلم واقطعوا لي فيه شجرة شو رح تحكو لي مستحيل لانه القلم مش مخصص انه يقطع شجرة طيب شو هو شو الاداة اللي بتقطع شجرة رح تقول لي المنشار بحكي لك حلو اذا استخدمت الزمن بطريقة خاطئة انت قاعد بتقطع شجرة في قلم وهنا احنا بندخل وين في الحيط فضحات الفكرة قالنا نشتغل عليها علماء اللغة باللغة الانجليزية قالوا في كل حقبة من حقبات الزمن اما المضارع او الماضي او المستقبل في ان الاحداث يتكون اربع اما بيكون الحدث سيمبل اما بيكون الحدث سيمبل شو يعني سيمبل استاذ يعني بسيط طيب اما بيكون كينتينيوس اللي بعده اللي بنفذ كلمة كونتينيوس تمام المجتمر لفظها لازم نلفظه بالشكل الصحيح لفظها كينتينيوس حط كسرة على السيلة تلفظ كه سام كينتينيوس وهنا بنحط على البي كمان ضمة سيمبل وضحات بسيط طيب شغلة الثالثة اللي هو perfect معناتها تام معناته الحدث يكون في المستقبل والمضارع والماضي بيكون بسيط او مستمر او تام طيب في عنا موضوع رابع نعم في عنا الربط ما بين هذول ال two actions اللي هما ايش اللي هما perfect perfect كينتينيوس تام مستمر اوكي يعني في كل حقبة من حقبات الزمن هيك نقول هيك في عنا اربع انواع من الاحداث او الافعال ال actions طيب هنا في عندي اربع اذا عملت كمان نفسهم بال future ونفسهم بال past شو بيصير في عندي هنا اربعة وهنا اربعة وهنا اربعة يلا تابعونا الرياضيات مين اقوى او خلنا نقول خلنا نشوف من القوي اربعة زائد اربعة زائد اربعة او اربعة ضرب ثلاث كم بيطلعوا خلنا نشوف كم بيطلعوا يلا خلنا نشوف من كم بيطلعوا خلنا نشوف من الشخص الرائع اللي رح يقول لي اربعة زائد اربعة زائد اربعة كم بيصير وأربعة ضرب ثلاث كم بيطلعوا يلا في عندي هنا كلمة تن سز أزمنت أفعال وهس راح نحط تحت كلمة أفعال ستة وثمانين خط رائع جدا يا ربا ويا بيسو اللي بيعرفش حلو اسمك طيب 12 من هون طلعنا 12 زمن للفعل وهون راح نطلع قاعدة إذا تغير الفعل في الجملة يتغير زمن الجملة تمام حلو كثير معناته أركز بالجملة عاوين عالفعل وبالامتحان راح يطلب مننا انعبي الفعل أو شكل الفعل المناسب صحيح؟ حلو كثير طيب إذن هون في عنا هاي الخريطة الذهنية في عنا أزمنت المضارع present simple present continuous present perfect present perfect continuous في عنا أزمنت الماضي لهم past simple past continuous past perfect past perfect continuous أربعة كمان هنا عنا future simple future continuous future perfect future perfect continuous أنا بنصحك نصيحة تفهموهم كلهم ليش؟ نريح حالنا ونكون أساطير لما نوصل توجيهي طيب خلنا نشوف مع بعض حكينا خمس أشياء لازم نفهمهم بكل زمن اللي هما هذولا تركيب الجملة نفي الجملة وجملة الاستفهامية والكلمات الدالية واستخدام الزمن أوكي عندما يتغير الفعل يتغير الزمن وعند النفي نبحث عن الفعل المشاعد اللي هما modal verbs will وأخواتها is, am, are, was, were تمام أو has, have أو had do, does, did هذول الأفعال المشاعد إذا حطيت جنبيهم not نفيت الجملة تمام وإذا حطيتهم في بداية الجملة تمام وعملت عكس بينهم بين الفاعل عملت سؤار حلو طيب وبنفس الوقت أفعال do هاي نفهمها أفعال do كلهم بيجي بعديهم تصريف أول مجرد بيجي بعديهم تصريف أول مجرد إذن أفعال do بتحب إيش بتحب التصريف الأول طيب أفعال b شو بتحب شو بيجي بعديها أفعال تنتهي bing طيب أفعال have شو بتحب بتحب تصريف الثالث للفعل طيب والمودل أنا بسميهم will وأخواتها will وأخواتها تمام بيجي بعديهم تصريف أول مباشرة شو معنى أستاذ will وأخواتها بحكي لك will what shall should can could may might must have to used to dear is going to وعننا had better وعننا أو to تمام كل هذول أخوات will شو بذكركوا هذا آه بذكرني بكانوا أخواتها وإنوا أخواتها وهم أفعال ناقصة باللغة الإنبيزية تمام وشرحتهم بإيش بمقلاية الأفعال الناقصة ممكن تروحوا على الإستجرام وتشوفوهم تمام مقلاية الأفعال الناقصة أو على قناتي على اليوتيوب اللي اسمها كينجلش تمام رح تعرفوا كل واحدة من هذه المودل فيربز إيش إيش خلنا نقول استخدامها الصحيح ممكن أستخدم وحدة أربع خمس استخدمات ما عندي مشكلة وضحات لازم نفهم مئة بالمئة طيب نروحوا على الزمن الأول شوفوا زمن المضارع البسيط شوفوا ركزوا ما رح يتغيروا ما رح يأثروا على الجملة طيب ممكن أضيف متى بضيف هي ش بيحب حرف الاس بأخذوا تنتهيب اس تنتهيب اس تنتهيب اس وإيش كمان تنتهيب اس بأخذوا اس مع الفعل في المضارع البسيط خمس دلائل إنه هي شئت بيحب حرف الاس وإنس الموضوع مفرد جمع تمام اس تنتهيب اس was تنتهيب اس has تنتهيب اس does تنتهيب اس وبأخذ اس مع الفعل المجرد في المضارع البسيط وضحك خمس أشياء هي شئت بأخذوهم كأفعال مساعدة طيب عند النفي نستدعي عم ندو وdoes not doesn't وdo وdoes في البداية ولا ننسى علامة الاستفهم والكلمات الدالة هيهم لازم نحفظهم وهي كلمات بتحكيلي عن التكرار لما أقول always دائما often غالبا usually تمام إلى آخره sometimes أحيانا everyday every كل يوم كل يوم نحكيلي عن التكرارية وبنفس الوقت عكسهم seldom نادرا whenever أبدا تمام حكولي عن التكرارية في زمن المضارع البسيط ليش لأنه يستخدم للتعبير عن نظريات علمية وعدات يومية وروتين يومي ما نعتو حلو كثير 100% ما نعتو متى استخدم المضارع البسيط لما أحكي عن عدات يومية وروتين وبنفس الوقت إذا بتحكي عن نظريات علمية ليش نظريات علمية لأنه إذا منغلي المي أو خلنا نقول تغلي حطيناها بالفريزر رح تتجمد فعند الموضوع ما له نفس الإشي روتين ما رح يتغير تمام هذا بالنسبة ل المضارع البسيط شوفوا التغيير هون غيرنا بالفعل صار في عندي إيش كنتينيوس كنتينيوس لأن لكم في فعل ينتهي بإن جي وحكينا أفعال إن جي بيجي قبلها أحد أفعال البي هما في حالة المضارع طيب كيف بنفي بعمل سؤال بحطون في البداية شو الكلمات الدالة ناو لما نقول ناو at the moment تمام شو يعني ناو at the moment معناته الآن وفي هذه اللخطة معناته يستخدم المضارع المستمر للتعبير عن حدث يحدث الآن وفي استخدام ثاني للتعبير عن المستقبل القريب ليش لأنه أنا قائب بجهز حالي لإيش بدعمل بالمستقبل تمام حالا أوكي نروح وين مضارع التام لما يكون في عندي حدث تام بيكون فيني تصريف ثالث ولازم نحفظ الأفعال غير منتظمة تمام الأفعال حكينا تصريف ثالث بيحبوا مين بيحبوا have has وhat صحيح إذن هون بالمضارع منقول have has طيب has مع مين آه أوكي حكيت لنا هي شيئت بيحب حرف الاس وإز مع مين مع هي شيئت تفقنا ماذا لك تقولوا مفردوا جمع أوكي طيب وفي النفي has have معنات has have في البداية مع علامة استفهام بيعملوا سؤال وبنفس الوقت لما أقول منذ وإلى آخره معناته حدث بدأ في الماضي وانتهى للتو مضارع تم متى تم بالمضارع فبسموه مضارع تم حدث بدأ في الماضي وانتهى للتو عشان يستخدم هيك already وjust وحسب وللتو وضحت طيب نجي على المضارع التام المستمر مضارع التام مستمر نأخذ هيش have وhas بين verb ing طب ليش أستاذ لأنه حدث تم منه شوي واستمر وما زال مستمرا يعني محمد وينك صار لساعة باستنى فيك متى بدأت أنا أستنى فيك قبل ساعة هل ما زلت أستنى فيه نعم شو بيقول له محمد where are you I have been waiting for you for one hour صح ولا غلط إذا هيك واستخدم إيش واستخدم have أو has بين verb طيب نفس العملية نفس البرفكت have وhas معنى have وhas بالبداية مع علامة سؤال تمام السؤال وفي عنا هنا for since still or all day and how long تمام إذا شفت how long ممكن إيش يعني واحد سألني بيقول لي أستاذ أنت قد أصر لك بالدرس how long have you been تمام a teacher تمام قد أصر لك بالدرس أو have you been teaching عادي مش مشكل تمام شو بيقول له بيقول له مثلا for 15 years مثلا حلو طيب معناته أنا بردت قبل 15 سنة وصلت هذه اللحظة ورح أستمر في التدريس هذا اسم مضارع تام مجتمع طيب لاحظوا في زمن الماضي البسيط في زمن المضارع البسيط كان عندنا تصريف أول هون تصريف ثاني طيب شو القاعدة عشان أحول من مضارع لماضي حول الفعل جزء الأول من الفعل للماضي verb one verb two تمام هون في عندنا was where كان هناك is am are هون كان في عندي have وhas صار عندي had تمام هون نفس العملية كان عندي have وhas صار في عندي had شوفوا السحر اللي على السريع طيب عشان نرجع أوكي ونشوف الموضوع هناك كان في عندي بال السؤال والنفي do does شو ماضيها did did في البداية مع سؤال وهنا لما أقول yesterday بعبر عن الماضي ago three years ago مضت يعني ثلاث سنوات مضت تمام last week بعبر عن إشي في الماضي طيب لماذا نستخدم الماضي البسيط لتتعبلينا حدث حدث في الماضي وانتهى لحظة وقوعه وشكرا طيب الماضي المستمر ليش إيش بعمل في عندي واس ووير وحط بعدهم نط بنفي وحطهم بالبداية وحط علامة سؤال تصير سؤال طيب إذا كان في عندي as while when بيكون لازم يكون في عندي حدثين في زمن الماضي المستمر إما حدثين مستمرات أو حدث مستمر وحدث بسيط تمام تفقنا في الماضي المستمر حدثين وضحك طيب بيجي بعد while حدث مستمر في الماضي وبعده حدث بسيط ولكن when بالعكس بيجي بعد يو حدث بسيط وبعده حدث مستمر تمام ولماذا نستخدم الماضي البسيط نستخدمه لاستخدامين إما حدثين كانوا مستمرات في الماضي أو حدث كان مستمر وقطعوا حدث آخر تمام أوكي في زمن الماضي التام لماذا نستخدم الماضي التام نستخدمه لما يكون في حدث صار في الماضي وانتهى وبعده صار في حدث ثاني في الماضي طيب من اللي تم أول اللي تم مثلا رقم واحد رقم اثنين شو بيكون بيكون حدث حصل وانتهى في الماضي بيكون ماضي بسيط إذا ما نعلم في أن شو حدثين past perfect يكون حدث تام بالماضي وبعده حدث بسيط وإذا حطينا after وbefore لأنه في بناتهم مدي من الزمن لازم نعكس after بناتها بعد بعد ما صار هذا الإشي صار إشي ثاني الأول بيكون تام والثاني بيكون بسيط ولكن إذا قلت قبل باستخدم إيش باستخدم البسيط وبعدها اتا طيب وحد معنات بنفي هذا في البداية مع السؤال يعطيك العافية ماضي التام مستمر شوفوا هون هادي بين هناك كان هادي و هادي بس الفعل جزء الأول من الفعل حولت للماضي يعطيكو ألف عافية طيب هون نفس العملية الماضي التام والمضارع التام نفس التام المستمر بالنسبة للنفي والسؤال هون في عندي الى آخره ليش باستخدم الماضي التام المستمر حدث كان في الماضي تمام استمر لمدة خلنا نقول فترة من الزمن صار حدث آخر واستمر في ذاك الوقت فصار ماضي تام مستمر تم منه شوي في الماضي وبعدها استمر فصار ماضي تام مستمر اوكي نيجي على المستقبل الوسيط ونوقف هون ليش؟ لانه اللي بعدهم مطلوبين منكم ان شاء الله بالصفوف القادمة عشان نفوت على الامتحان النهائي طيب في عندي هون وعندي هذا مطلوب منكم حاليا طب كيف عن فيه؟ زي ما حكيت واذا حطيت هذولا في بداية الجملة مع علامة السؤال ايش؟ بعمل سؤال وهي هاي الكلمات الدالة على المستقبل تمام؟ لماذا يستخدم المستقبل البسيط يستخدمه بثلاث حالات اما خطة بدون خطة او للتنبؤ اتفقنا؟ شوف كدهش اخدت كمية وقت لشرح التنسس كل ياتهم وهي هي عظمة الخرائط الذهنية تمام؟ اوكي؟ هاي بالنسبة لها ايش؟ she isn't she إذا بدي أنفيها she إذا بدي أنفيها she he it بيحبوا حرف الاس بواخدوا is was has does تمام؟ اوكي؟ وايش؟ لما يكونوا بالمضارع البسيط خلينا نحكي هون خلينا نحكي هون عن هي she it هنا هي she it ما لهم؟ خلينا نعملها زي قصة صغيرة تمام؟ بيحبوا حرف الاس طيب اثبت لي أستاذ بيقول لك أوكي حاضر is was has does طيب ما هو العامل المشترك بين هاي الأربع كلمات؟ خلينا نشوف العامل المشترك من عندكم يلا يا جماعة الخير أوكي نعطيكم 30 seconds ما هو العامل المشترك بين is was has does يلا خلينا نشوف تعليقاتكم صحيح رائع جدا هو الاس طيب هون في عندي ايش في عندي اس وعندي هون اس وعندي هون اس وعندي هون اس هاي أربع دلائل هاي رقم واحد اثنين ثلاث أربع أنا بقول he is he was he has he does تمام؟ أو he doesn't بيضبط أقول does إذا كان does فعل رئيسي طيب وفي عنا خلنا نقول هذا الدليل الخامس وهو إذا قلنا he play هل هذا صح؟ خلنا نقول he play football every day هل هذه الجملة صحيحة؟ يلا شو رأيكم هذه الجملة صحيحة ولا غير صحيحة؟ عمر فاروق ما له ما له إيش؟ بالضبط طيب أعطينا سؤالك عشان نجاوبك عليه طيب هنا هذه الجملة he play football every day تمام؟ هل هذه الجملة صحيحة؟ ولا غير صحيحة؟ واللي بعرف خلنا نشوف إجابته إذا سمحتوا على التعليقات خطأ ليش يا بيسو؟ لماذا خاطئة الجملة؟ أوكي أم أسامة بتحكي خطأ شو الخطأ؟ غير صحيحة طيب ماشي حكولي ليش شو الخطأ؟ أنا بعرف أنها خطأ أم أمير غير صحيحة طب ليش خطأ؟ شو لازم أعمل؟ عشان تكون الجملة صحيحة لأنه مضارع مستمر لا مش مضارع مستمر هاي مضارع بسيط هاي present present simple مضارع بسيط يلا أوكي he is playing لا رابع لا نب 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 he play football every day خنا نقول every day أو every week تمام؟ يلا نضع ing نب جواب كل خطأ كيف بدأ صحيح الجملة؟ هذه الجملة كيف بدأ صحيح؟ يلا ايه أنا راح أوقف حتى نشوف كيف في هيك حدا أسطورة خرافي صحيح للجملة هي خاطئة الجملة صحيح ولكن كيف في حرف أنا بزيده تمام؟ الجملة بتصير مئة بالمئة صحيحة لحديث الآن مع أن لا he's playing لا بحكي أنا مضارع مضارع بسيط مش مضارع مستمر ما بدي فعل ing نضيف أم أسامة رائعة جدا يا أم أسامة نضيف الأس وين بضيف الأس؟ للفعل إذن هذا الدليل الخامس إنه هي شيئة بيحبه حرف الأس طفقنا؟ أوكي؟ وإنسوا فكوكم الموضوع مفرد وجمع بطل في عنا مفرد وجمع وليش؟ لأنه I مفرد ويو مفرد وجمع تمام؟ وقاعدة دو مع الجمع ودز مع المفرد غلط مئة بالمئة تمام؟ ليش؟ لأنه إذا بدي أحكي دو مع الجمع ودز مع المفرد إذن I بتاخد دز ويو بتاخد دو دز مع بعض فهذا خطأ طيب شو أصح؟ لصح أنه هي شيئة بيحبوا حرف الأس وهي الدلاء الخمسة أوكي؟ بتخلينا ما نغلط بالامتحان طيب نروح على الامتحان ونشوف كيف ممكن نحل أسئلة أي فقرة طيب هذا الامتحان إن شاء الله رح يكون متوفر في موقع جو أكاديبي ونبدأ بأول إيش فقرة أول فقرة the employee of the month أو the employee of the month هنا في أن the employee أو employee of the month با عندكم أي مشكلة طيب هذه الفقرة هل بالامتحان أنا معي وقت أقعد أقرأ وأحلل وأفهم وأترجم والكلمة هاي صح والكلمة هاي غلاط وهاي أنا مش فهمها هل هذا صح لا هنا الفكرة الفكرة إنه عشان أخذ علامات بالامتحان لازم أشتغل على هذا النظام تمام النظام هو التالي أوكي النظام بحكي خمس خطوات ذهبية لحل أي أسئلة أسئلة فقرة باللغة الإنجليزية هذا النظام أوكي ممكن نتبعه حتى بالتوفل والآيلات ما عندي أي مشكلة أوكي هذا النظام خمس خطوات ذهبية لحل أي أسئلة فقرة باللغة الإنجليزية رقم واحد رقم الخطوة رقم واحد لا تقرأ الفقرة أستاذ كيف ما أقرأ الفقرة وكيف بدي أجاوب أحكي لكم حبة حبة خطوة رقم اثنين اقرأ الأسئلة اقرأ الأسئلة طيب إذا كان السؤال مقالي إذا قال لي أكتب الإجابة بقرأ الأسئلة طيب إذا كان السؤال إجابات من متعدد ABCD أوكي زائد الخيارات أوكي الموجودة بقرأ الأسئلة ومع الخيارات رقم ثلاث استخرج كلمات مفتاحية رقم أربعة إيش أعمل شو أسوي يلا إنتو شو رأيكم ابحثوا عنها في النص نبحث وين نبحث عن هذه الكلمات أوكي داخل النص رقم خمسة بكل بساطة أجب عن السؤال خلينا نطبق هذه الخمس خطوات ذهبية لحل أسئلة فقرة الأسئلة الموجودة خلنا نشوف السؤال والأسئلة الموجودة هنا أنا ما رح أقرأ شو رأي أعمل أروح مباشرة على وين على السؤال السؤال بيقول لي according according to the according to the text هاي انسوها فيهاش كلمات مفتاحية تمام how should an employee behave behave تمام in order to be successful كيف كيف يجب إيش كيف يجب على العامل أو الموظف أن يتصرف حتى يصبح إيش يصبح ناجح بحكي لهم أوكي حاضر جدا برجع هون بقرأ هيك بروح تمام بظل ماشي في الفقرة أوكي بظل ماشي بالفقرة وبشتغل عشان أدور على behave أيوة أيوة هون لقيت إيش كلمة behave تمام this means that he behaves properly in the office he is very polite شوفوا لاحظوا هاي الإجابي he is very polite تمام and respectful to those around him تمام هلأ ممكن أشرح ولكن أنا خلاص بدي الإجابة وأخذ العلامة في شرح للإجابة وهي he has a positive attitude تمام and interacts very well with his colleagues so that the job is done efficiently تمام وهذا بالنسبة لإيش بالنسبة لهذا الشخص وفيه كمان أشياء جديدة وهي أنه he doesn't lie doesn't cheat doesn't steal doesn't accept a bribe كيف يتصرف الشخص كموظف أولا أولا لازم يكون مؤدب ومحترم مع الناس اللي حولها ويكون في عنده إيش عنده تفاؤل في الحياة وبنفس الوقت لازم إيش يتفاعل بشكل خرافي مع الزملاء عشان يكون الشغل مية بالمية وبنفس الوقت شو لازم يعمل لازم يعمل أنه ما يكذب وما يغش وما يسرق وما يتقبل الرشوة أوكي هذا بالنسبة لإيش بالنسبة لالسؤال الأول واضح هذا شو سؤال رقم واحد تمام طيب أستاذ كيف جبت الإجابة جبتها من كلمة بي هي واضح كلمة بي هي جبت الإجابة وبدون ما أقرأ كل الفقرة ولازم أفهم كل الفقرة طيب روح وين على السؤال الثاني Why do you think it is important to be dressed neatly at work? طيب في أن كلمة هي dressed neatly ليش لازم ألبس بشكل حلو بالشغل؟ بدلة، بلوزة، يونيفورمة، لازم أكون مرتب ليش؟ شو السبب؟ نروح على الفقرة طيب نروح على الفقرة ونشوف ندور، ندور، لازم هاي في عنا dress dress code معناته هذا الإشي اللي بيكون مثلاً بأي مكان عمل هو زير رسمي لهذا المكان طيب، اجتمام؟ this is another reason why he is such a good worker he usually dresses up in a casual business style and makes sure that his clothes are always neat شايفين كلمة neat من السؤال؟ طيب، it means I can work هاي الإجابة ليش لازم يكون إجابة أو خلنا نقول ليش لازم تلبس بشكل خرافي، أنيق بالعمل؟ لأنه it means I can work more comfortable تمام؟ it also projects a professional image to my colleagues and to visiting clients تمام؟ تعطي صورة خرافية لزملائي وبنفس الوقت للناس اللي بتزورنا شوفوا كيف، أنا أخذت كلمة وجاوبت من خلال هاي الكلمة بدون أنا كمان حتى ما أترجع واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للسؤال الثاني السؤال الثالث in your opinion what should a person do to have a positive attitude all the time؟ في عنا هاي كلمة ايش؟ positive attitude شو لازم أنا أعمل عشان أكون عندي positive attitude لازم يكون عندي تفاعل طيب، كيف؟ شو الإشي اللازم أعمله عشان يكون عندي positive attitude؟ أوكي، هو التالي تمام؟ لازم ايش؟ لازم أنا أشتغل على أنه I have to abide هون the rules أوكي، في عنا ندور على كلمة ايش؟ كلمة positive attitude أوكي؟ هاي كلمة positive attitude هاي كمان مرة جبناها كمان مرة هون شو لازم أعمل عشان يكون عندي positive attitude؟ هون هاي كلمة positive attitude طيب، هذا السؤال هو السؤال تمام؟ ايش؟ critical thinking شو لازم أعمل عشان يكون في عندي ايش؟ توجه إيجابي ايش؟ بالعمل شو لازم أعمل؟ أول إشي، لازم interact very well with my colleagues هاي رقم واحد تمام؟ أوكي؟ رقم اثنين do not lie cheat steel إلى آخره و abide by the company's dress code عشان يكون في عندي ايش؟ positive attitude تمام؟ وماذا اللي أظني أنا معصب دايما؟ أوكي؟ طيب، نيجي على السؤال الرابع أوكي، السؤال الرابع بحكيه عن كلمات بقول لي ايش؟ كلمة ideal كلمة ideal ايش معناتها؟ معناتها مثالي أوكي؟ طيب، لازم أكون حافر pleasant أو اشي بسر البشر أو مسرور أوكي، perfect معناتها هاي الإجابة smart معناتها ايش؟ معناتها إما أنيق أو ذكي معناتها إجابة ideal، معناتها ايش؟ معناتها perfect interact، معناتها يتفاعل يتفاعل أوكي، behave، communicate and ignore هنا معناتها communicate، يتواصل إفشنتلي، معناتها بيش؟ بشكل فعال without wasting time, money or energy as soon as possible without problems طيب، إفشنتلي، ايش معناتها كلمة efficiently؟ تمام؟ بشكل خرافي، بشكل تام طيب، هل هي as soon as possible؟ لا، without wasting time, money or energy ولا without problems، without خنا نقول problems بدون أي خطأ، تمام؟ أوكي، في أنا كلمة resign، ريزاين معناتها يستقيل، هنا معناتها يستقيل شو معنا يستقيل؟ إن هاي الإجابات be dismissed, tell the truth and quit الإجابة بتكون quit، مناتها أنه يترك يترك إيش؟ يترك العمل أوكي، هاي بالنسبة له إجابات هذه القطعة the science fiction story في أن ما نقرأ الفقرة نروح على إيش؟ على الأسئلة طيب، هنا، what does science fiction story talk about؟ talk about، تمام؟ خلنا ندور كلمة talk about أو إشي قريب منها تمام؟ أوكي، science fiction or sky-fi deals rationally with alternative possibilities to our everyday reality كيف I use scientific theories ولا theories، لفظها theories، تمام؟ new scientific principles، أو new technological as elements in the story تمام؟ كل الفقر الأولى، إجابتها إيش؟ إجابتها للسؤال الأول إذن، كل الفقر الأولى كاملة، هنقول إجابة السؤال الأول أوكي، إذن، what does science fiction story talk about؟ رح تحكي عن إيش؟ عن أشياء، خلنا نقول، خلنا نقول زي احتمالات، تمام؟ ممكن تكون بديلة على إيش، حياتنا الطبيعية، أو إنه هي تستخدم نظريات خيال الألمي، أو بتشوف أساسيات علمية جديدة، أو خلنا نقول تقنيات جديدة، وبتكون إيش، عناصر لهذه القصة، تمام؟ وبنفس الوقت، خلنا نشوف في أنه سؤال بيحكي عن الـ elements، طيب، هون what elements، شايفين كلمة elements؟ make a good science fiction story، نروح على كلمة elements، وهاي كلمة elements موجودة هون، تمام؟ إذن، نجاوب هذا الخيار وهذا الخيار، إذن لهون شو لازم يكون، شو عناصر القصة، قصة الخيال الألمي، واحد، اثنين، وشكرا، أوكي، هذو لازم يكون إحنا عارفينهم، وحافظينهم، وفهمين الفقرة، why do people write science fiction story، تمام؟ ليش بكتبوا، أنا راح أنروح مع كلمة rights، تمام؟ نشوف كلمة rights، هل هي موجودة بالفقرة، ولا لا، طيب، ليش بكتبوا، من أنفقون، موجودة جهاز ف Gray؟ هناك ما ي valoresتون؟ كلمات، حاء، حاء، ح הגدت عي Lotione، إذن ourselves خ 같은데، أخرف نعم، wäreفق أنفقه، كلماء أمر cor ArgentALية، حتيากت، بضمكد، حتيته،启ين行了 né، حونا مكتوب حون and it is just because the stories are exciting some people believe that it is popular because it is the literature of change حونا السؤال جوابه هذا تمام الناس تعتقد انه هي عبارة عن أداب التغيير واضح أداب التغيير حونا هذا السؤال طيب وإنا find these words element مناتها عنصر okay one part of a whole work an amount of something apart in an electric tube جواب هذا مناتها عنصر تمام سرين مناتها time time and place time and place الوقت والمكان وقت ومكان طيب الوقت والمكان بيكون هون the place and time تنهي الإجابة تمام الروح وين I contradict contradict ما ناته يناقذ تمام إشي بيخلي الأقل يتفجر ليش لأنه إذا حضرنا فيلم خيال علمي بتقول واو هذا لو يصول حقيقي تمام بيكون very exciting طيب هاي بالنسبة له حلينا فقرتين بهذه الطريقة هذه الكلمات ممكن تحكو عنها personality معناتها شخصية comfortable معناتها مريح practical عملي costume معناتها زي garment كمان معناتها زي appropriate رشوة ethics أخلاق assistant معناتها مشاعد وdistant مسافة وspecialized معناتها متخصص كيف أعرف هاي الكلمات بتروحوا على reverse context وبتدخلوا وبتشوفوا الكلمات ايش معانيها بتكتبوه أكثر من مرة فما رح نجاوبها هذا بالنسبة لكم خلني تيوين على امتحان القواعد امتحان القواعد رح نشتغل فيه بهذه الطريقة أوكي in 30 years يعني هذا مستقبل مبدئيا اوكي في 30 عام قادمة experts predict that there اما منقول there will be ولا there are going to be أو منقول is going to be طيب هسا there بزبط شو تروح مع are خلنا نقول اجابتين بس هنا الexperts بيعتقدوا اوكي بسبب خبرات وبقولوا 30 سنة بلات الاجابة رح تقول is going to be is going to be okay people who refuse to use the internet تمام هون اوكي هون في تخطيط ما نعلم شو منقول اوكي ها تخطيط هناك اوكي اوكي بي اوكي اوكي بي اوكي طيب هون اوكي 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 وهدا في تخطيط تمام طيب هون the future as science fiction authors picture it has been ما اخذناها تمام هون will the future be as science fiction authors picture it نعم هون وحكينا عن places وحكينا عن كل هاي الاشياء طيب كيف بنحل السؤال relative closes بهذه الطريقة كوفية غير عاقل اللي هي الاشي اللي يلبس على الرأس شو نستخدم نستخدم which اذا نحط هنا which على السرع طيب اوكي there are those those بيحكوا عن مين عن عاقل عن بشر عاقلين who donate شخص تبرع طيب students with clothes تمام هنا في عندي اسم وعنني هنا اسم فش الجواب رح يكون الجواب who لأنها ملكية طيب هنا عادل شو بنحط له who تمام على السرية بدون ما نفكر هنا rules قواعد مناتها غير عاقل وعلى السرية بنحط ايش بنحط which طيب بقدر احط مكان which ومكان who وهو which ويراحط مكانهم that طبعا هون مكان هذات وهون مكان هذات وهون مكان هذات هذات اتفقنا اوكي هنا اخر اشي ممكن نطلب منكم انه تربط اربع جمل تنتين منهم تستخدم فيها so that و جملتين تستخدم because تمام اوكي هنا في عنا سبب ونتيجة so that because نفس المانا تقريبا واستخدموها ويحكوا عن اوكي الزملاء او الاصدقاء طيب احن اطلب منكم هنا انه تكتبوا فقرة عن واحدة من الثلاثة مواضيع اوكي واذا بدكم اساعدكم بعد الله ما عندي اي مشكلة تمام اوكي هذه الثلاث مواضيع اول موضوع افضليات ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا هذه الايام او تكتبوا عن الخطط المستقبلية تمام هنا نكتب خطط مستقبلية لكم شو خطتكم المستقبلية هنا ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا تمام وهنا اكتبوا عن الزي الاردني واحدة من هاي الاشياء الزي الاردني في الماضي والحاضر والفرق بين الماضي والحاضر من ناحية ايش من ناحية اوكي لهو الزي الاردني واحدة منهم اختاروا اما ايجابيات سلبيات التكنولوجي او اختاروا عن الخلط المستقبلية لكم وشو حبي نصيروا بالمستقبل او بتحكوا عن الزي الاردني في الماضي والحاضر هيك بنكون فرق الزمن شو فرق الزمن محمد عاشور شوف فرق الزمن صديقي بعد اذنك بس بعد اذنك قبل ما ننهي البث تمام اوكي خلينا نحكي البيتكم اياه اذا حدا عنده اي سؤال اوكي اوكي اتمنى انكم افهمتوا القواعد الموجودة تمام هي تنس فراتي بروناون وهي هو هم which that who where when why وكيف نعمل كمبراتي وسبرلاتي وبنفس الوقت كيف نستخدم will والفرق بين is am are going to تمام وحيك منشوف انه انهينا الفصل الاول بنجاح تمام واتمنى انكم اذا في عندكم اي سؤال تتواصلوا معي شخصيا او ترجعوا للبطاقة عشان تكونوا من الاساطير اوكي يعطيكم العافية الفرق بين الحاضر والماضي بس وضح محمد عشور قبل ما ننهي البث اذا سمحت معاني انجليزي نور الزعبي معاني انجليزي انا كتبت reversal context تمام reversal context هنا re ver so context ممكن هذا التطبيق يساعدك مدى الحياة خليه السلاح تمام خليه السلاح في جبتك دائما تمام اوكي محمد عشور يطيك العافية صديقي ما جاوبتني الفرق بين الحاضر ومستقبل بايش الزب باي موضوع اوكي اتمنى ان نلبث نال اعجابكم تمام وصدكم الفكرة بالنسبة الاشياء اللي ممكن تيجي عندكم بالامتحان وبنفس الوقت اذا في عندكم اي اشي ترجعوا للبطاقة وبنفس الوقت احكوا معي انا شخصيا على الواتساب او التليفون ورح اساعدكم باذن الله شوفكم ان شاء الله بالفصل الثاني تمام في حدا عنده اي تعليق اي سؤال قبل ما انا انهي البث ننتظر دقيقتين ثلاث الله يعافي عمرك يا ام نمر اوكي معاني انجليزي انجليزي اذا الاستاذ او المس طلبوهم منك لازم تحفظ حفظ تمام لكل معاني اللي هم بطلبوهم منكم اوكي سلام الساد الله يعافي قلبك يعطيكم الف عافية السلام وليكم